ان شاء الله انا استمتع بحلقة مميزة النهاردة ويعني فور انتهاء مباراة البيرامدز والاهلي الاهلي بيكسب 1-0 والاهلي بيقرب من البطولة رقم 44 على مستوى بطولة الدور العام الاهلي النهاردة بيكسب بيرامدز رايح جاي الاهلي اهلي يعني الاهلي اهلي بصراحة يعني في المطشاط الصعبة والمطشاط اللي فيها ضغطة عصبي والمطشاط الحاسمة شخصية الاهلي بتظهر فيعني مع احترامي البيرامدز فرقة مميزة وفرقة اضافت للكرة المصرية الفترة اللي فاتت ولكن في الاوقات الحاسمة لا الاهلي يكسب يعني الواحد قبل مواجهتين الاهلي وبيرامدز كان بيقول بيرامدز بيكسب 14 مباراة متتالية بيرامدز عنده فرصة بيرامدز انا كنت بقول بيرامدز مرشح اول للفوز بالدوري ان كان لعب مطشاط اكتر من الاهلي فكنت مترقب ومستني اشوف في بيرامدز لما يواجه الاهلي في مطشين مصريين حيعمل ايه لكن لا يعني واضح من التجربة ومن المطشين ان الاهلي في حتة ومحترامي الكل الاندية في حتة تاني الاهلي بصراحة بيؤكد احقيته السنة دي في الفوز بالدوري رغم طبعا الدوري اللي مش منتظم والمطشاط الكتير المتأجلة والمواعيد والحاجات دي لكن حتى في ظل ضغط المطشاط كل تلاتة يام الاهلي بيلعب مباراة الاهلي في المطشاط الحاسمة بتلاقيه الاهلي بيقترب بنسبة 98% من الفوز بلقب الدوري رقم 44 في تاريخ النادي الاهلي الاهلي دلوقتي 43 دوري يعني بمباراة النهاردة خلاص بيقترب ان بيرامدز هو المنافس المباشر للنادي الاهلي كده البيرامدز لسه الاول ب 68 نقطة الاهلي بقى 66 بس الاهلي كمان لعب 3 مطشاط اقل من بيرامدز يعني دلوقتي بيرامدز لعب 29 مطش الاهلي 26 لسه النادي الاهلي بنقص له 8 مطشاط على نهاية الدوري ولكن لو الاهلي كسبت 3 مطشاط اللي جايين هيبقى الفرق بينه وبين بيرامدز حوالي 7 نقاط وخلاص احنا بيرامدز نقص له 5 مطشاط على نهاية الدوري الاهلي نقص له 8 مطشاط على نهاية الدوري فحتى لو حتى تساوى الفريقين في عدد النقاط مثلا يعني لو الاهلي خسر مطشاط قدام وتساوى الفريقين في عدد المنشاط المواجهات المباشرة لصالح الاهلي ان الاهلي كسب بيرامدز رايح جاي فالاهلي يستحق الاهلي شخصية الفريق بتبان في المواقف الصعبة تساوى الفريقين في عدد النقاط